استغرأت عملت لايستغرأت قرآن ما أنا استغرفت باسم أيوة لا لا تمام طالع بسم الله والحمد والله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم نصلي وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرة ثم أما بعد بارك الله فيكم درسنا باللغتين العربية والألمانية واليوم سنتكلم عن بابي الاستخارة والمشاورة بارك الله فيكم قال تعالى وشاورهم في الأمر وقال وأمرهم شورى بينهم أن يتشاورون بينهم فيه وعن جابث قال كان رسول الله يسوه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته بارك الله فيكم الاستخارة أولا الشورى وثم الاستخارة الشورى بارك الله فيكم من سؤال الناس أو سؤال الآخرين عن رأيهم أو عن قولهم أو عن رؤيتهم لبعض الأمور والشورى ليست ليست كما يظن البعض أنه أنه يجب أن يستشار كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في بعض الأمور كان يستشير الكل وفي بعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستشير إلا أهل الاختصاص أهل الاختصاص بحيث أنه ما يسأل فلان 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 وإنما يسأل فلان الذي يفهم في هذه المسألة وفلان يسأل في هذه المسألة يسأل مقربي الصحابة المقربون منه رضو الله عليهم وإذا عزم يتوكل على الله سبحانه وتعالى ليست مسألة الشورى إذا أشار عليك إنسان بشيء يجب أن تأخذ رأيه أو قوله فاليوم في زماننا لو أن إنسانا استشرته وما أخذ رأيه يغضب أو ينزعج يقول ليش أنا استشرته فما أخذ بقولي فذلك قال تعالى وشاورهم في العمر أي أمر في كل الأمور ليس في كل الأمور في مساء الشرع ما في مشاورة في مساء الشرع ما في مشاورة في مساء الحلال والحرام ما في مشاورة في مساء الدين العقيدة ما في مشاورة وإنما المشاورة تكون في مساء الدنيا في مساء الدنيا فشاورهم فيها أي سألهم عن رأيهم عن مشورتهم وأمرهم يجب أن يكون شورى بينهم ولكن لمن لأهل الحل والعقد لأهل الاختصاص وليس لكل إنسان لأنه لو جعلنا المسألة لكل إنسان لفسد الأمره لأنه سيدخل في مسألة جهال سيدخل في مسألة وناس له عواطف فلا حوله لا قتل فإذا عزمت توكل الله سبحانه وتعالى يعني أنت تسألهم ما رأيكم ماذا تقولون قالوا نفعل كذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات قال لهم نقفل غدا نرجع قال لا كيف وماذا يقول عننا الناس قالوا ما بتكون لا طيب فخلاهم يقاتلوا ففي المساء هذا المجروح وهذا التعبان قالوا له خلينا نرجع يا رسول الله قال لهم طيب نرجع فذاك هذه هو شاورهم فما أرادوا أول شيء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحباب رضو الله عليه في لما النبي صلى الله عليه وسلم في بدر جعل أراد البئر الآبار يعني المياه كانت هنا فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الجيش هنا فأتاه وقال له الحباب المنذر قال له يا رسول الله أهي الحرب والمكيدة أم هو أمر الله سبحانه وتعالى فقال له بالحرب والمكيدة قال له إذن دعنا نكون الماء يكون خلفنا بحيث إذا أراد الكفار أن يأتوا يجب أن يعبرون حتى يصلوا إلى الماء وهكذا نحن نشرب وعندنا الماء وهم ما عندهم ما فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورته وكذلك في الخندق في الخندق النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورته فذلك أهل الاختصاص يستشارون وليس كل من يعني هب ودب يستشار في هذه القضايا والله تعالى على وأعلم بَرَاهَلَاوْفِكُمْ دعنا لكم هذا stemnet هذا Kapitel ist بزيكل إشتراه وإنه براتتي أعطان إطلاع أعطان براتتي براتتي أعطان الأعطان أعطان 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 أن تسشاره أعطان يؤمن بجمع وهنا أعطان أعطان بجمع اسم تسمع يقول مشاوة ان تسمع أنه في شكل الشيء ان تسمع وبيبعد يجب هذه الأساسم لماذا أيضا كل شيء منه نجب وما ثم عدد منه تحبوا يشكرون كل الأشخاص من فقط كسب الأشخاص من الوقت لأن لا يشكرون كل الأشخاص من الوقت يوجد حتى لن يوجد لي مشرفته كي لا يوجد حتى المباركة فهدى سأكاة ياا Jet أعطي أو هج ما يقوم تصفيح أو حلال حرام لا يوجد تفسير من المعصر هل يفعل هذه الحلالة أو حرامة؟ هذا ليس لذيب أن يوجد أيضاا في المعصرات الأخيرة أن يكون من المتابعين من المتابعين لكن في المعصرات الأخيرة يمكن من المعصرات الأخير وحضر الله عزيز يحب أن يتقلل أحاول الله عزيز und ziehe sie ان انجل 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 ورغم ويڈجع ان جميع الأن أيضا نجل انتجم إليه براءات الادان ان هذا يحل من انظر إليه شيئاً أيضاً وينيه يضيب أن أجل وانيه يجب أن يجب أن يجب أن فيها وكمنه صلى الله عليه وسلم فرحضي لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنه إليه فرحى الأن أنت فريقية ومتركي أرى الله سبحانه وتعالى تقلح ومرارك الله هكو ي disorder لحكم لا يتحمي لا يأتي igned كن نصيحة ، ونحن نصيحة ، ونحن نشورة ، ونحن نضيحة ونحن نذكر ، ونحن نسل أنه يساعد ، ونحن نسل ونحن نسل من المسلمة ، ونحن نجحن نفسه أبيث الشيخ هو من صحابة الله عليه الصحابة وذلك كان البيس وذلك كان البيت وبده من الفت وقد قال أنه كان لذلك للجميع يحيق بها لذلك أردتنا لذلك أردنا یعني أردتنا أردنا وقد قالوا ما سنحدثهم They سأردوا بغشام وaquنكموا وإذنهم داخل يقولون أردنا يقولون أردنا نهائل نهائل شكرا عليهم يريد أن يسكى لدي يسكى أن تساعد لديه وأطيام، عندما يسكى أن يسكى أن يسكى القدام ليسوا على حضور قد ايضا حاليا ، لقد قلت لهم في مركز التجارة في مركز التماذج السلوات المتحدة في مركز التجارة المسلمة ورخوا هذه التسجارة وتقال للغاية والمدر سلوات المتحدة أن المركز في المركز التجارة und die Kuffare sind dann auf der anderen Seite dann sagte ihm Oh Gesandte Allah ist das ein Befehl Allah dass du hier mit der Armee bleibst oder ist das Krieg und Strategie dann sagte der Prophet Krieg und Strategie dann sagte ihm dann sollen wir das Wasser hinter uns lassen und nicht vor uns damit die Kuffare wenn sie Wasser haben wollen die müssen unsere Linien durchbrechen und wir wir haben immer das Wasser bei uns und die werden kommen und die sind müde und die brauchen Wasser aber wir haben das Wasser sie nicht dann sagte der Prophet sehr schön auch Barakallahu Fekum als die Muschrikun die Gottendiener von Mekka und die anderen ihre Verbündeten in Al-Medina angreifen wollten in Al-Khandaq im Tunnel dann sagte Salman oh Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam warum machen wir nicht einen Tunnel dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das angenommen und hat das gemacht deshalb Barakallahu Fekum Fachleute sind für untereinander Beratung und am Ende entscheidet überhaupt der Muslime in einer Sache das ist Schura und nicht wie die Leute denken heute man soll alle Leute fragen wir sind Muslime da musst du uns fragen bei jeder Angelegenheit das wird man gar nicht tun bei bestimmten Themen schon aber bei anderen Themen da hat man allgemein wenn man von einem überhaupt und sage ich jetzt ich rede nicht von überhaupt im politischen Sinne sondern in allen Themen wenn man davon überzeugt ist dann sollte dann hat man ihm schon einen Auftrag gegeben dass er bestimmte Entscheidungen trifft aber bei bestimmten Entscheidungen braucht man Schura und diese Schura heißt nicht unbedingt auch dass die Leute zusammensitzen nein da kann man bei dem allein fragen bei den anderen allein fragen man hört was die Leute dazu sagen und da bildet man sich eine Meinung und wenn man die Entscheidung getroffen hat dann sollte man das tun und das ist Schura Prinzip und nicht Barakallahu Fikum das jeder sagt weil einige Leute wenn die heute dir etwas sagen der sagt ich gebe dir Empfehlung und du nimmst das nicht an der sagt ja Diktator und der hat kein Schura und der nimmt keine Meinung aber das ist nicht so und bei Themen Religion nochmal bei Halal Haram erlaubt nicht erlaubt Aqida und solche Sachen da gibt es nicht dass man sagt ja wir machen Schura was denkt ihr heute machen wir Schura ob wir sagen ja ob wir sagen Alkohol ist Halal oder Haram klar Alkohol ist Haram da gibt es nicht Wallah weltliche Angelegenheiten ja Schura aber religiöse nein إذا هم أحدكم بالشيء فأنت عندك الآن قررت مثلا تريد أن تشتري قلنا عندك سيارة حمراء وعندك صفرة وبيضاء فأنت قررت خاص تشتري الحمراء هون فهميت بالآمر فهنا تركع ركعتين وتقول الدعاء وتقول اللهم إن كان في شيراء إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو عاجل أمري وعجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن في شيراء لهذه السيارة كذا فبعد الاستخارة إذا ارتاح قلبك امشي في الأمر أما إذا انقبط قلبك فاتركه إذا ارتاح قلبك امشي في الأمر فإذا ما صار اتركه لأنك استخرت الله سبحانه وتعالى وليس كما يظن البعض ينتظر منام ينتظر المنام قال لك إذا جاء المنام فخلاص صحيح نتيجة قال لك إذا ما جاء منام يلا استخير مرة تانية وتالتة ورابعة وسابعة وعشر وعشرين والحديث أنه سبع استخارات وثلاث استخارات ولازم في الليل وتنتظر منام كلها بارك الله فيكم موضوعة ضعيفة ولا يثبت منها شيء إلا هذا حديث الاستخارة اللي هو إذا هم أحدكم بشيء فتنبهوا لهذا يا رعاكم الله تنبه يعني رجل يريد يتزوج امرأة جيد قرر أنه يتزوجها قرر خلاص فهنا يستخير ويمشي في الأمر أما لسه ما قرر طيب ماذا سيفعل سيدعو يا ربي يسر لي هذا الأمر بس أنت تقول إن كان هذا الأمر خير لي يسره إذا كان شر ابعده عني يصرفه عني يصرفني عنه وهذا الدعاء طبعا يقال كما هو وطبعا الدعاء واضح بارك الله فيكم ويكون يركع ركعتين في أي وقت من الأوقات في أي وقت من الأوقات حتى أوقات الكراهة حتى أوقات الكراهة ولكن طبعا إذا ما كان عنده شيء مستعجل وينتظر له هالدقائق وبعدين يصليها في غير وقت كراها والله تعالى على علم فيقول اللهم أني أستخيرك بعلمك يعني أنا أسألك بعلمك أطلب منك هذا الأمر وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وأعلم ولا تعلم وأنت على يملك اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه زواجي شرائي ذهبي سفري كذا 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 هذا وما في استخارة في مسألة مثلا والله اللهم إن كنت تعلم أني إذا صليت الصبح هاي ما في استخارة لأنه يواجب عليك واجب ما في استخارة فانتبه لهذا يا رعاك الله بارك الله فيكم زاكم الله خير استخارة 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 هاي ما فيكم استخارة استخارة Und wir müssen unterscheiden zwischen استخارة und um eine Entscheidung zu treffen fragen Das heißt die meisten machen einen Fehler die استخارة vor der Entscheidung und das ist falsch استigara kommt nach einer Entscheidung danach du hast etwas entschieden es gibt Unterschied zum Beispiel du hast zwei sagen wir du hast zwei Autos ein rotes und ein gelbes bei manchen was machen sie da machen sie hier استigara oh Allah welches Auto soll ich nehmen rot oder gelb das ist kein استigara mehr aber die استigara ist man entscheidet sich für das rote Auto und da will man kaufen dann macht man استigara oder sagt man das Bittgebet man betet in jeder Zeit in jeder Zeit und dann sagt man am Ende des Bittgebetes wann sagt man das Bittgebet entweder vor dem Teslim oder direkt nach dem Teslim das Bittgebet das Bittgebet das Bittgebet Dann sagst du الله مهان كنت Oh Allah Wenn du weißt Dass mein Kauf Von diesem Auto Gut ist für mich Für meine Dunya Und für meine Akhirah Dann erleichtert er ist für mich Und wenn das schlecht für mich ist Dann mach mich davon weg Oder mach das von mir weg Dies Macht man nach Entscheidung Nicht aber davor Weil wenn du noch nicht entschieden hast Dann hat istikhara keinen Sinn Kein Sinn in diesem Sehna Weil der Prophet S.A.W. sagte إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ هَمَّ بِشَيْءٍ Im Arabischen Das bedeutet Wenn eine Person Barakallahu feekum S.A.W. Wenn jemand von euch Beabsichtigt etwas zu tun Dann soll man Dieses Betgebet sagen Und der Prophet S.A.W. hat ihnen das Beigebracht Wie im Koran Das war Bei jeder Sache Haben sie das gemacht Und danach Nach istikhara Wenn dein Herz Ruhig wird Und du bist beruhigt Dann tust Wenn das klappt Dann Alhamdulillah Wenn das nicht klappt Dann lass es Aber Wenn dein Herz Unruhig wird Und das klappt nicht Und trotzdem Willst du das Dann hast du gelogen Du hast kein Istikhara War nicht richtig Von dir Einige Leute Warten Die machen Istikhara Immer vor dem Schlaf Und die warten Auf einen Traum Und das ist falsch Oder manche Die machen Istikhara sieben Mal Und diese Belieferung Istikhara sieben Mal Ist Barakallahu feekum Eigentlich erfunden Deshalb man braucht Man braucht weder Sieben Mal Noch dreimal Noch Istikhara Zu wiederholen Oder man braucht Auch nicht Istikhara vor dem Schlaf Zu machen Oder Mittag Oder nach Fajr Sondern Istikhara Macht man Egal In welcher Zeit Nachdem man Ein Schadu Getroffen hat Dann betet man Zairaka Und dann sagt man Dua Entweder Vor Salam Oder Denach Salam Und dann sagt man Dieses Bittgebet Und dann tut man Wenn Allah Das erleichtert Das bedeutet Das war In Ordnung Wenn es nicht Erleichtert ist Dann sollst du das Lassen Und das Bittgebet Sollte man Das so sagen Auch wenn du Das nicht kennst Das Bittgebet Dann sagst du Oh Allah Wenn diese Sache Für mich gut ist Dann erleichtere Wenn das schlecht ist Dann lass mich Fern davon Und fertig Und dann warte Sozusagen Auf die Antwort In deinem Herzen Und Dann tust du Bei den meisten Leuten Die sagen Ich weiß nicht Neutral Nach der Istiqhara Soll ich wiederholen Nein Nicht wiederholen Dann tust Was du wolltest Und wenn das erleichtert wird Dann mach es Wenn nicht Dann lass Wallahu ta'ala Ala Wa alam Und das ist Barakallahuikum Al Istiqhara Und Al Mushawara Wallahu ta'ala Ala Wa alam Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist يريد يبقى يبقى نأخذ بعض الأسئلة وثم ننتهي نعم طالب أي ركعتين غير الفريضة وتر وتر سنة الفجر سنة الظهر سنة العصر ما لديك أي مشكلة أي ركعتين بارك اللهم Der Bruder sagt kann man auch zum Beispiel bei den Sönen was man vor den Gebeten oder nach den Gebeten betet auch است�ara machen ja jeder zwei ركعتين egal hauptsächlich keine Pflicht hauptsächlich keine Pflicht بارك اللهم sagt الله كان فليشت جبت نعم شكراً لدي سؤالين متضر أول شيء عندنا من قلب والدنطمعين الشيء هو الوحيد ما قررت لي وإنكماً مثلاً راح أكيد الكطار أو راح أكيد راح أكيد هذا هو الموضوع سؤال الثاني إنه قررت كم إيشتري السيارة ولكن تكون لديه خيارين بيعمل استخارة على أي سيارة يأخذ منهم هو هم أنه يشتري سيارة ولقى سيارتين وبدأ واحدة منهم وقرر واحدة منهم لازم أخذها ما بيعمل استخارة على الاختيار لازم يختار أول شي يختار وبعدين يستخير أما قضية أنه مثلا واحد الآن قرر شيء وفاتوا القطار فاتوا القطار هذا أمر طبيعي قد يفوت للإنسان القطار فإيجا بده يركب بالقطار التاني القطار التاني كمان راح لما كان تاني إيجا يعني عما يصير عنده أمور تدل قراءن أنه ابعد أحسن لك ولكن هذا كله ما نستطيع أن نحكم فيه أنه ما تفعل لأنه أنت ارتاح قلبك بعد ما استخرت فإذا مثلا أنت وعد أحد ساعة أربعة وما وصلت للساعة ستة والرجل راح خلاص انتهى إفت تتركه معناته هذا كان الامر مو يسر والله عالم الامر مو يسرح لك من نحل على البيض أن أسفك أنه يعمل في أحيانات الأول وأيوه أن أتراضي إلى أن أتراضي المستقبل أطرح أن يريد أريد أن أتراضي أطرح أن إذا قد رؤية لهمي لا تجد ما بينه مناسبة على مدينة وعندها توجد في مستخدام والله تعالى على الله هو أعلم أهل هو....هل هو فضل قلبه لكن الانتظار للبجاهل مباشرة يعني انت ما بدك خمسة سنين لا تستنى قلبك تصلي تصلي فيك تصلي قبل ما تشتري قبل ما توقع روح صلي ركعتين وبعدين نشوف اذا قلبك تمان روح وقع مطمع ترك فقط لم ياربطنة احتم discussions اعرف من مش أن نضمهم بتجمع يتم بشدة الله تعاله Kann man verstehen, dass es ein Nein von Allah ist, wenn man Stikhara macht und zwei Tage später kommt es nicht imstande, das Treffen verheiratet können? Das könnte sein. Das geht ja zum Beispiel ein Mann oder eine Frau wollen heiraten und die haben einen Termin vereinbart und da haben sie Stikhara gebetet und dann hat das nicht geklappt. Dann sollen sie das lassen. وعنه سيكون أحيانا سيكون هناك أعطاء المسلمين وعنه سيكون القرآن أسفل من هذه المستمعات في هذا المكان إستيقات المتحدة أن الهاتف المسلمين وعنه سيكون لأن الأشخاص المسلمين من الأشخاص المسلمين أبدا من المسطقة في الأغنقال عثلة، مليسة جديدة في دنبيل أو الجهد من المنظرة، في المددد في الواضح، من الشخص من الأحوال، عندما يخبره، وحدة استطاع قصر قد في شخص، وفرأة بينهم أيضًا، صبعهم، أو بتheyتصل دائما، وفرأة رؤية فجارة أو يجب أن يقولون الله تعالى وعلم فجارة من العالم أن يحصل على استرادة في كل موقف رأيك ليس معروف جارة لكن هذا يحصل على استرادة لكن هناك يمكنني أن يمكنني أن يكون ليسيلاً في أردام ويستطرون لديهم إليه ويستطرون الأمر يمكنني أن يمكنني أن يكوني مستعطي لكن ليسيلاً ولا يمكنني أن يكوني أردام موسيقى نسيقية المسيقين مع المسيقين وأن هذا الحديث عن المساعدة وأن تبغى سيبه لأخطت سيبه بيوميا صعيف أسفل أسفل يسجع تبغى عن يدى أنه يمكن أن أخطان من أولى سيطحارة وحنا في مدعان سيطحر على فيها أنه من الأخطان إنه من الأخطان يمكن أن أخطان سيطحارة ان تقارب الامر اشتريا أو auf Deutsch machen kann man auf Deutsch machen mit seinen eigenen Formulierungen gibt es auch ein Dua die man sagen kann wenn man Rat sucht bei Allah für die richtige Entscheidung es gibt keine Dua für die richtige Entscheidung außer dass man direkt sagt oh Allah gib mir die Rechte oder oh Allah hilf mir dass ich eine richtige Entscheidung ترجمة. هذا يمكنك أن تضع مقابل مع قابلها. سوف يكون عربية. وقال قد أنقى عند التسليم أو بعد التسليم. لذلك يمكنك أن تضع مقابلها. السلام عليكم. السلام عليكم. ووالله وعندما رأيت بالجبيع ليست حيرو كبيل ميك وى وان سوف و LEGO تعالى وَأَعْلَمُ وِي وَهَا إِسْتَا فى دي عقیقى فى دي عقیقى فى دي عقیقى والله تعالى مودعنة أخير دي عقیقى فجر وك рядом نحن من Notes عند فجر مع التضر الوقت أجلسوهم ينسيز النظر ليس 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 لديك ومن أجل سيصف وننذي وورط الصيب إلى أنت كانت سعجب أماما أهاتف كديوين أماما أماما كده لك أيضا مستمع سيسروا فيه من خطر، لكن من مستعد سيشف دون ترجم لديج محلية لك. سيسروا فيه من سيشفت المستحرين؟ تسهلوا فيديه، إذاً لم تكن سيشفت لك، سيسروا فيه، سيشفوا فيهاتف، تسهلوا فيه من خطر، من ثم أن تتحقق بسيشف. سيسروا في الكلام من الناس الأعطاء، سيصبح اخطاء مستحرين، يتقصف معين، ومعارضة السيارة، السيارة، ومسيشفتها، بارك ألافعيكوه الوحيدة وكان الناس الذي يحل الهاتف وانه يخط الله وفي حاله ألافعه المنزل لكنه لا يحيد ايضاً كمي في حالة هذا يحيد يحيد كذلك يحيدون أن يحيدون أو يحيدون ويحيدون ولكنه يحيدون وفي حالة الأعلى لأنه هو الناس الذي يحيد أو الذي أخذ فيه وقاله وأنه لماذا أعلم لكن فالسلسل ما يعتقد من الشهيد من أمم فالسلسل 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 الثالسلسل اهل ترمت اوال أحيان شهيد وشهيد تنسي أخي شهيد بارك الله فيك أبا شهيد ونشهيد سنسفعي تيمن والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم سبحانك الله بحمدك أشهد ألا إلا أنت أسخروا قدوا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته